في سياق مختلف كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن ارتفاع عدد المنشآت الصحية والصيدلانية المرخصة من قبل الوزارة للقطاعين الحكومي والخاص إلى 3410 منوهة إلى أن إجمالي عدد العاملين بالقطاع الصحي الخاص والحكومي فقط وصل إلى 26931 وحققت الصناعات الطبية في الدولة بمختلف مجالاتها من دواء ومعدات وتجهيزات طبية قفزات نوعية في مجال الجودة وتعزيز تنافسية الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية بالصناعات الوطنية الطبية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الصحي بالاستناد إلى بيئة استثمارية مثالية وتشريعات مرنة وبنية تحتية وتكنولوجية رائدة وترسيخ قوانين حماية الملكية الفكرية والاتجاه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعية